انتهى الحوار الوطنية ثلاثاء الماضي من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات وتشمل الموضوعات مدة وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف المحبوس احتياطيا عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها وكذلك التعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وأخيرا التدبير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه واستمع ممثل مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والحاضرين إلى كل من مجهات النظر والوضع القانوني القائم حاليا ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى دون مصادرة للرأي أو حجر على فكرة هذا ويلتقي مجلس الأمناء حاليا أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي